السلام عليكم بالنسبة لموضوع الكسايكوماتري مثل ما اتفقنا بأن هذا الموضوع هو موضوع يندرج تحت الـ Air Conditioning تحت تكييف الهواء طبعا الـ Air Conditioning هو إعادة التحكم بشروط الهواء إعادة صياغة شروط الهواء بما يتناسب مع راحة الإنسان هذا معناها Air Conditioning ما هو أهم شيء من يجاوبني ما هو أهم شيء بالـ Air Conditioning شنو نسيطر عليه بالـ Air Conditioning انت كمهندس تكييف أول شيء تفكر به بالنسبة للـ Air Conditioning الحرارة ورطوبة أستاذ خواص الهواء خواص الهواء ألا أكو واحد قال حرارة ورطوبة منو؟ آني مش رب بشير مش رب مش رب بشكل أدق بشكل أدق مو الحرارة درجة الحرارة درجة الحرارة والرطوبة نعم بعد فأستاذني الظوضاء الظوضاء شيء كمالي ثانوي بعد إضافة الهواء اللي يدخل لنا نعم إضافة الهواء جيد منو أنت نضافة صدام نعم جيد بعد بعد أكفة عمص الرابع أيضا نقاوة مثل هواء لا أول نضافة النقاوة يعني نقدر نقول نفس الشيء بعد طريفة توزيع الهواء هذني أربع فاكترات أساسية يهتم بيها مهندس التكييف بشكل أساسي يهتم بيها مهندس التكييف بشكل أساسي أولا يدور على درجة الحرارة والرطوبة هذني الخاصيتين من أهم الخواص اللي يتحسسن للإنسان بسرعة فلازم نسيطر عليهم بشكل جيد لأن راحة الإنسان متعلقة بيها ثلاثة النقاوة ماتت لها ودرجة نقاوته أربعة طريقة توزيعة يعني أنت شن الفائدة تتحكم بالرطوبة ودرجة الحرارة وتجيب هوا مثلا مترب وصخ أو شن الفائدة تتحكم بالرطوبة ودرجة الحرارة وما توزع الهواء بشكل صحيح يعني مثلا هذا الحيز أفرط وأنت مثلا بس هذا الحيز جزء من الحيز دا يوصل الهواء بشكل صحيح والجزء الآخر ميت ما يوصل فمهندس التكييف يهتم بأهم العناصر اللي هنا دن الأربعة اللي قدناه بالنسبة للسيكومتريك اللي هو الموضوع الأسائي يعني الموضوع يعني بداية موضوع هذا العلم يبحث ويدرس بالهواء الرطب يدرس يدرس الهواء الرطب اللي هو شنو الموضوع اللي هو هو جاف مخلوط مع بخار ماء إذن السيكومتري يهتم بدراسة الهواء الرطب اللي هو عبارة عن هواء جاف مخلوط مع بخار ماء طبعا الهواء الجاف وبخار الماء وطبعا الشي يتضمن هذا من هو السيكومتري يتضمن يتضمن أيضا دراسة السلوك سلوك الهواء الجاف وبخار الماء المخلوطين معا بظروف مختلفة يقول لك هنا طبعا الهواء أو المحيط أو الجو الكرة الأرضية هو عبارة عن خليط من مجموعة من الغازات including nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, neon أو بعض أشياء طبعا غرض السيكومتريك شنو؟ غرض السيكومتريك موضوع السيكومتري هو الأخذ بنظر الاعتبار ودراسة خليط الهواء الجاف يأخذ بنظر الاعتبار الخليط مات الهواء الجاف وبخار الماء فقط واضح؟ شباب عفوا دكتور فالسؤال خباب دكتور الخوائل يعني مو خواصة الهواء اللي انه 14 خاصية بس هدا اني يدرسين انا يدربيه ان العام انه 14 خاصية غضا ما يعلم سبعة صحيح لو لا هسه ات يعني لا تستعجل انا راح انطيك الموضوع هذا بطريقتي هسه يجوز غير يمطيك يا بطريقتي خلي انا راح انطيك يا بطريقتي وحاول افهمك يا قدر الامكان واضح دكتور واضح 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 استاذ يجوز انت ما تحتاج 14 خاصية يجوز انت تحتاج جزء من هاي الخاصيات واضح استاذ واضح المصطلحات المستخدمة بعلم السيكومترك طبعا المصطلحات المستخدمة بعلم السيكومترك هي كالتالي الهواء الجاف مثل ما اتفقنا الهواء الجاف هو هواء نقي يعني هو هواء جاف نقي عبارة عن خليط من الغازات اللي هي النيتروجين والأوكسيجين والكاربون ديوبسايد والهايدروجين والأراغون والنيون والهليون هذي مجموعة من الغازات هسه تقول لي يابه الهواء الجاف إيشون تقول عليه نقي؟ إيشون هو خليط؟ لا الخليط هذا الخليط اللي أمامك اللي بتثون من هاي الأشياء يسموه كله هوا يعني أنت مو شرط نقي معناها متألف من مركب واحد أو من عنصر واحد لا هو دا يقول الهواء الجاف في النقي راح تلقاه متألف من هاي الغازات طبعا النيتروجين هو الجزء الأعظم من هذا التركيبه لو تلاحظ الهواء والتركيب اللي يتكون منه راح تلقاه يتكون كما بجدول هذا شوف composition of dry air يعني التركيب الهواء الجاف يعني يتركب من النيتروجين بالنسبة الحجمية أكثر من 3.4 78% بالنسبة الحجمية بالنسبة الكتلية 75% تقريبا 3.4 وزن الجزئي هذا أيضا أوكسجين تقريبا 21% هاي كنسبة حجمية 23% كنسبة كتلية والأراغون والكاربون ديوكسايد والهايدروجين بهذه النسبة القليلة وهذه النسبة الوزنية ونسبة الهايدروجين الوزنية تكاد تكون معدومة لأنه 0.01% وكلش وزنه قليل وزنة در واحد هنا منطيك الوزن الجزئي دمولر ماس الوزن الكتلي أو الكتلة المولية الوزن الجزئي ياخدوه 28.966 للهواء والأرمات الهواء 0.287 كيلو جول على الكيلوغرام قلبه هذا الثابت العامات الأرمات الهواء بالكيلو جول هلقت وبالجول هلقت الموليكي دمولر ماس الوزن الجزئي للووتر فيبر لبخار الماء ياخدوه 18.16 بالألف والأرمات 0.461 هنا المفروض كيلو جول وذا تريد تكتبها بالجول تصير 4.61 جول لاحظ بأن الهواء النقي ما موجود بالطبيعة ده يقول لك يعني هسا انت الغرفة القاعد بها الآن أعزائيك سمعوني؟ سمعك أستاذ واضح جيد 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 يقول أسا انت الغرفة القاعد بها أو المكان اللي قاعد بيه وذا تسمحها المحاضرة ما الهواء الهواء اللي داير مدايرك هو موشت اير هواء رطب مو هواء جاف ماكو هواء جاف السبب بسا أولا انت ماكو يعني السبب بشكل عام جو الكرة الأرضية دائما يحتوي على بخار ماء لأن الكرة الأرضية تتألف من 75 أو أكثر مسطحات مائية بحار وأنهار ومستنقعات هذا واحد ثنيا السنت الجو اللي انت بيه يخو ما في قريب عليك نهار ولكن شنو؟ أيضا انت تستخدم الماء بكثرة نفسك يطلع منه بخار ماء يصير الهواء اللي داير مدايرك هواء مراق واضح؟ زيان طبعا استخدام مصطلح الهواء يشير الى انه يشير خلال هذا المادة اللي راح ناخدها يشير الى انه يعني هذا الدراي اير اللي يحتوي على الرطوبة ونقدر هنا نعتبر بأنه الدراي اير والووتر فيبر هي عبارة عن غاز مثالي اه وهاي الخاصية طبعا اه يعني شوية اعمق من دراساتكم لان اكو غازات غير مثالية تخضع لقوانين اخرى كثافة الهواء الجاف تقدر تاخدها 1.293 عند الضغط الجوي بدرجة الحرارة الصف هذا المصطلح الاول اللي يندرج تحت الموضوع السايكومتريك المصطلح الثاني الموشت اير الهواء الرطب طبعا الهواء الرطب هو عبارة عن خليط من الهواء الجاف وبخار الماء خليط من الهواء الجاف وبخار الماء ميكستر اوف دراي اير ووتر فيبر واضح كمية بخار الماء الموجودة بالهواء تعتمد على مقدار الضغط المطلق ومقدار درجة حرارة الخليط كل ما تغيرت تتغير الكمية قلت ضغط سايب بعدين لجيها لان ضغط البخار اذا قل فبالتالي درجة التبخر او مقدار الرطوبة راح تلقاها اعلى bum saturity air الهواء المشبح عسه هذا هواء الرطب بس هذا الهواء الرطب ممشبح ممشبح هواء رطب هواء بشوي بخار الماء الهواء المشبه هو أيضا خليط من الهواء الجاف وبخار الماء ولكن الهواء ب هاي الحالة من يصير saturated يحتوي على كمية بخار ماء عظمى يعني شنو عظمى؟ يعني الغرفة اللي انت هسا قاعد بيها ده تشوف قطرات ضباب لبخار الماء اللي تشوف مثل اللي تشوفها مثلا قريبة من قدور الطبخ مثلا بالشتة بالحمام بالشتة من تفتح المي الحار تشوف الضباب بعينك يعني ورا شوية تشوف الحمام كلها صار ضباب انت هسا بالغرفة اللي قاعد بيها ده تشوف هاد الشي اسمه؟ ده تشوف بخار الماء كضباب؟ ويايا؟ شنو السبب؟ السبب هسا انا اقولك شنو السبب السبب الغرفة اللي انت بيها هسا قاعد بخار الماء اللي موجود بيها يسموه في حالة السوبر هيتد استيم بخار محمص يكون غير منظور ما تشوفه ولكن لو هاي الغرفة اللي انت قاعد بيها بخارنا ماء بخارنا ماء بخار الماء وين يروح؟ يروح بالجو بالهواء ينخلط وياه ينخلط وياه ينخلط وياه الى ان يوصل الى حد يصل الى حد التشبع اذا تضيف لبخار ماء يصير منظور يقوم تشوفه يقولك كما تشوف الى حد التشبع او على شكل قطرات حالقة بالهواء تقول هاي المنطقة القريبة من هذا المصدر التبخر هي منطقة متشبعة بالبخار يعني بعبارة اخرى ماش نقدر نقول على المنطقة اللي قريبة من قدر الطبخ ماش نقدر نقول عنها نقول عنها مشبعة لو ما مشبعة شباب وياه؟ مشبع مشبع جيد ليش مشبع جيد ليش مشبع يا شباب لان بخار الماء قدرنا نشوفه صار visible visible معناها مرئي يا شباب invisible معناها خفي غير مرئي واضحة واضحة الفقرة واضحة واضحة صار جيد درجة التشبع هذا الهواء ماتي اللي موجود هسا الان بالغرفة ايش قد متشبع هسا انت قاعد بمكان واكو بخار ماء لو ماكو يا شباب يعي موجود اكيد موجود هسا انت مادة تتنفس مثلين ماكو يمك قلاس مي تبخر جزء مرعدة وراح للهواء اكيد اكو بخار ماء اكيد اكيد الهواء اللي موجود بالغرفة هو هواء رطب مو استقع درجة تشبع هذا الجو اللي انت قاعد بي اشتون يقيسوا يقيسوا عن طريق هذا المقدار الترم او هذا المصطلح degree of saturation درجة تشبع هي نسبة the ratio of actual mass كتلة بخار الماء الموجودة في واحد كيلوغرام من الهواء الجاف الى كتلة بخار الماء فيما لو تشبعت هاي الواحد كيلوغرام من الهواء كلها بالبخار عند نفس درجة الحرارة يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني افرض الان انت قاعد بحيز وقدرت تحصل واحد كيلوغرام من الهواء من هذا اللي موجود بالحيز حيز الهواء اللي انت قاعد بيه الان حصلي صيدلي منه واحد كيلوغرام من الهواء الجاف اش قد راح تلقى بيه رطوبة؟ افرض راح تلقى بيه رطوبة عشرة غرام زياد شبع الجو الي انت قاعد بيه او شبع الواحد ماس ببخار الماء اشقدت الشبع حتى بعد يعني شو أنت الشبع؟ طبعا انت راح تضيف بخار ماء راح تضيف بخار ماء الى حتى مجرد ما تضيف بعد بخار ماء شا يصير ببخار الماء يا شباب؟ عصر المطر لا لعصر مو مطر، يقوم ينشاف لا مو مطر، هذا الشي ثاني المطر واحد المطر بخار الماء يتجمع يتشبع يتجمع يتشبع عفوا يتبخر بخار الماء وهو أخف من الهواء يصعد من الطبقات العليا يلقى طبقة باردة يتكتح وينزل لنا على شكل مطر ولكن انت منه بالله منه قال يصير مطر يا شباب شو اسمك؟ مشرق 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 ما يصير مطر الدليل شنو؟ الدليل شنو؟ الدليل يعني كلامك يعني بيه شوية صحة بس انت مثلاً الكتلي مثلاً الغوري من نيفور هذا البخار اللي يطلع منه صار مطار؟ لا ما يصير بس حضرتك يعني قدت واحد يلح عليه بالتبخر من يصير ملحة راح يتشبع زيادة عن اللزوم من تطلع تشبع زيادة؟ لا بعد ما يصير تدري شو وقت يصير مطار؟ إلا إلاقي سطح بارد إلاقي سطح بارد بخار الماء يتكسف على هذا السطح البارد إحنا دنقول دنطل الهواء فقط إلا للهواء تمام نطل الهواء فقط نطل الهواء فقط يصل إلى حالة تقوم تشوفها بعينك بمجرد ما تصل إلى هاي الحالة أنت وصلت إلى نقطة التشبع فتقيس تقيس العشرة غرام وبحالة التشبع أفرض وبحالة التشبع وصل إلى مئة غرام فتقول درجة تشبع الغرفة هي عشرة غرام إلى مئة غرام يطلع مثلا واحد بالعشرة أو عشرة بالمجرد درجة التشبع ومات الغرفة اللي أنت قاعد بها طبعاً ها الأرقام للتوضيح فقط ممكن أقل ممكن أكثر حسب الجو زين هذا المصطلح الرابع اللي هو degree of saturation اللي هي humidity الرطوبة الرطوبة هي شنو؟ هي the mass of water vapor كتلة بخار الماء اللي موجودة في واحد كيلوغرام من الهواء الجاف غرفتك هاذو تريد تطيس بها لـ humidity الرطوبة صيد واحد كيلوغرام من الهواء وطلع مننا الرطوبة أفرض راح تطلع الرطوبة تسعة غرام راح تقول يا ابا ترى لـ humidity مالك جو اللي أنا قاعد بيه تسعة غرام ووتر على كيلوغرام دراير أكو يكتبوها ترى كيلوغرام على كيلوغرام دراير كيلوغرام ووتر على كيلوغرام دراير ويسمون هذي الخاصية specific humidity أو الـ humidity ratio وراح نشوف هاوين موجودة على المخطط الرطوبة المطلقة الـ absolute humidity هي ختلة بخار الماء الموجودة في واحد متر مكعب من الهواء الجاف استحنا بالـ humidity راح نشفنا بالكيلوغرام الواحد اشقد اكو بخار ماء هنا لا نشوف بالواحد متر مكعب اشقد اكو بخار ماء وايضا وحدات قياسها غرام على المتر المكعب دراير اير او كيلوغرام على المتر المكعب دراير اير واضح؟ الـ relative humidity الرطوبة النسبية هي نسبة هي نسبة الـ ratio of actual mass الكتلة الكلية مع البخار الماء الموجودة في واحد متر مكعب من الهواء الرطب الى الكتلة مع البخار الماء اذا تشبع هذا الواحد متر مكعب من البخار عند نفس الضغط ودرجة الحرارة يسموها او يكتبوها الرح لو تلاحظ هذه الخاصية او هذا الترم المصطلح تقريبا يشبه هذا الترم المصطلح هنا هي الـ ratio مع الـ actual mass نسبة الكتلة الواقعية مع الـ water vapor الموجودة هنا في واحد متر مكعب واحد كيلوغرام هنا لا الكتلة الـ actual mass نسبة الكتلة الحقيقية او الكتلة الواقعية مع الـ water vapor في واحد متر مكعب بالحالة الطبيعية وفي حالة التشبه واضح؟ اه زيان الـ dry bulk temperature درجة الحرارة الجافة ايضا المصطلح الثامن هي درجة الحرارة الجافة درجة الحرارة الجافة هي درجة الحرارة اللي يسجلها المحرار عندما تكون البصلة ماتة جافة فرح يقيس بالحرارة الجافة اللي يرمزولها بالـ dry bulk temperature دي بي تي او يرمزولها تي بي او يرمزولها تي بي الـ wet bulb temperature هي درجة الحرارة الرطبة اللي هي ايضا تقاس هي درجة الحرارة اللي يقيسها اه الثرمومتر عندما تكون البصلة ماتة محاطة بقطعة قماشية مبللة زيان شنو يعني قطعة شلون يعني شوف هسا هذا راح اراويك هذا المحرار هذا المحرار انتضاء هو محرار تقسز درجة الحرارة الرطبة وهذا المحرار سيد عن مرح يقيس درجة الحرارة الجافة حتت حتى اذا جافة فليان البصلة ماتة جافة ما عليها موgon هذا يقيسي درجة الحرارة الرطبة لانوا عليه قطعة قماشية يبللوها فيقيسون درجة حرارة الهواء الرطبة عندما تكون البصلة شبيه رطبة عليها ماء واضح فهنا يقول نحط على البصلة فتقطع قماشية مبللة ونصلب عليها الهواء نعرضها للهواء فبالتالي راح يسجل المحرار درجة حرارة الهواء بعد أن يتبخر جزء من الماء الموجود على القطمة بالتالي راح يسجل راح يسجل درجة الحرارة مات الهواء عندما تكون رلة بيوم يجي مات الهواء كلش عالية بمعنى يعني أنت ددقيس الهواء بيهواية رطوبة تكون دائما درجة حرارة أقل من الهواء من درجة حرارة الهواء الجاف يرمزون لهذه درجة الحرارة يرمزونها بالواتبالت تيمبريتر المحرارة يسجلها المحرار عندما تكون الرطوبة الموجودة بالهواء تبدأ بالتكثف يعني شينه تبدأ بالتكثف هاي درجة نقطة النداء مثلا نظرف مثال تطبيقي مار عليك اذا انت مثلا طالع الصبح بجو بارد او بالليل شتاء افرط عندك طالع البغداد طالع الصبح او بالليل وانت يوم جامع ومنتجع الجامع اثناء تنفسك وانت منتجع الجامع راح يتكون مثل الضباب على الجامع هذا الضباب شنو هو؟ هو بخار الماء اللي طالع مع الزفير يتكثف على الجامع ليش يتكثف على الجامع لان درجة الحرارة مات الجامع بالشتاء تكون منخفضة فالهواء بخار الماء منخرج مع التنفس وجد سطح بارد درجة حرارته اقل من درجة نقطة النداء مات الخليط مات الهواء فتكثف عليها هذه يسموها درجة نقطة النداء زين تسألني سؤال تقول لي استاذ لعد ليش بالصيف مثلا ما يتكثف على الجامع اقول لك ما يتكثف على الجامع لان درجة حرارة الجامع مو قليلة بكفاية حتى يتكثف عليها بخار الماء اللي موجود بالتنفس واضح؟ يعني انت اذا رفعت درجة حرارة الجامع ما راح يتكثف عليها بخار الماء من تخفض درجة حرارة الجامع يتكثف درجة حرارة اللي عندها يبدأ التكثف هي هاي نقطة الندى وهذه الفكرة يا أخوان يرمزولها بدرجة حرارة T-saturation المناظرة المنل P-V أيضا يرمزولها T-D-P درجة حرارة نقطة الندى يقول بما أن ضغط البخار كلش قليل فبالتالي درجة حرارة التشبع أيضا تكون قليلة It's also low كذلك قليلة طبعا أقل من درجة حرارة الهواء الجار زيان مثل ما قلنا قلنا بخار الماء الموجود بالهواء يكون على شكل سوبرهيدل يكون على شكل سوبرهيدل زيان والرطوبة الموجودة بي تكون غير مرئية صح لو مصح أيضا موجودة على شكل سوبرهيدل هذا شي يسمو يسمو عن ساتريتل اير متل ما اتنفقنا شو وقت يسمو ساتريتل اير مني تكون بخار الماء مو سوبرهيدل يكون ساتريتل أو يكون فيزيبل مرئي لو تلاحظ النقطة A الموجودة على المخطط اللي هو هذا هاي النقطة A اللي موجودة على المخطط شبيهة سوبرهيدل بخار الماء اللي بيها شبيه سوبرهيدل غير مرئي افرض بردنا الهواء بردنا الهواء بردنا الهواء بردنا الهواء وصلنا لهنا صار هنا شنو ساتريتل فيبر صار بخار مشبع يعني شنو قمت تشوفه صار ساتريتل قمت تشوفه على شكل ضباط هنا يبدأ بالتكثف من يصير ضباط اذا لا قصطح بارد ممكن يبدأ بالتكثف يبدأ بالتكثف من نقطة من نقطة B الى عين يوصل لهنا تقدر تكثف كل بخار الماء اللي الموجود بالهواء شوف النقطة B هذي شي سموها هي هاي نقطة B يسموها يعني درجة حرارتها تكون درجة حرارة نقطة النداء ماشي وعندما يكون الهواء مشبع شوف اي الملاحظة عندما يكون الهواء مشبع فور ساتريتل فان درجة حرارة الهواء الجافة ودرجة حرارة الهواء الرطبة و الديو بوينت هي كلهن الهن نفس الدرجة يعني شنو يعني شنو انت المفروض ما عليكي شي شي بس مايخالف نعيده لو تلاحظ هذا السايكومتريك افرض عندي هواء مشبع بهاي النقطة فان درجة حرارته الجافة 15 ودرجة حرارته الرطبة ايضا 15 هاي الوثبال تيمبرتر ودرجة نقطة الندامات 15 هذا اللي يقصد بي تكون جميع درجات الحرارة متساوية الديووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المحرار يقيس درجة الهواء الرطب هذا بقطعه قماشيه مبلله ويد هンドل هذا يدور طبعا بها الاتجاه فأنت تبلل هاي القطعه القماشيه إذا تريد تقيس درجة صحيح الحرارة Technology. وتفر لمدة دقيقة وتسجل القراءات وتعيد هذه العملية اكثر من مرة الى ان تسجل اقل درجة حرارة رطبة هذا يعني شلون يعمل السايكروميتر شون يقيسهم به ما اعرف اذا عندنا واحد بالمختبر او لا نقدر نجربهم ونقيس درجة حرارة الجافة ودرجة حرارة الرطبة مات المختبر او مات الجاو ما اعرف اذا عندنا او لا طلاب ويايا شباب وياك وياك استاذ جيد جيد الامور زيانة الحمد للان زيانة جيد جيد اه خلونا خلونا يعني نطلع او نستذكر معا السايكوماتريك شارد اللي هو المخطط مخطط الخواص طبعا هذا مخطط الخواص هو مخطط يحتوي على العديد من الخواص الترموديناميكية للهواء وهو مخطط تسووه حتى يختصرون علينا وقت لحساب خصائص الهواء انت بالتاني تتذكر اخذت اه شلون تحسب خصائص الهواء عن طريق المعادلات صح لو مصح خذت معادلة الانثالبي ومعادلة لدرجة الحرارة معادلة للرطوبة ومعادلة لكل خاصية اهنا احنا بعد ماكو داعي نستخدم المعادلات نستخدم هذا الشارد سوونا يا هذا الشارد اللي يتألف من المحور السيني لدرجة الحرارة الجافة والمحور الصادي او الواي اكسس للاسبيسيفيكي هي ومده دي عنده ضغط اه جوي اللي هو 760 ملي متر زئبق او هذا المقدار بالبار او هذا المقدار 101.325 كيلو فاسكال اللي هو بضغط الجوي بالسايكوماتريك شارد يحتوي على اللي هي هذي المحور المناظر للمحور السيني للأكس اكسس والسبيسيفيكي هوموديتي المحور المناظر للمحور الصادي اللي هو الواي اكسس وهذا الساتوريشن كيرو اللي هو هذا خط المرحنة التشبع اه وخلونا اللي هو يمثل 100% اللي هو نسبة التشبع 100% ويحتوي على العديد من الخواص خلونا نتناولهم اللي هي منها الدايبال تيمبريتر سبيسيفيكي هوموديتي الواتبال تيمبريتر السبيسيفيكي فوليوم الريلاتي في هوموديتي والانثال في ايضا الـ فيبر فرشار ممكن وهذي مصدر تسنسبل هيف فاكتر بشكل متقدم ناخده الأشياء اللي يضمن يضمنها اللي هي خطوط درجة حرارة خطوط درجة الحرارة جافة اللي هي خطوط عمودية منتظمة موضحة بشكل هذا أمامك خطوط درجة حرارة درجة الحرارة جافة لاحب بأنه حدود السايكومترك اللي راسم اللي هي هنا هو من مائنس ستة الخمسة واربعين أنا دازلك ثلاثة أنواع من المخططات تلقاها موجودة عدة شوفها رينجاتها يمكن تكون مختلفة أنت بشكل عام هي تحتوي على نفس الخصاص فتطلع عليها جميعا تشوفها تبعها تشتغل عليها أقرأ خواصها قايل لك هنا بأنه يتراوح بين هاي الحدود والفرق بين كل حد وحد عبارة عن خمسة جري لقيم درجات الحرارة الرطوبة النوعية أو المحتوى الرطوبي هي خطوط أفقية موضحة بهذا الشكل رنجاتها موجودة أمامك من الصفر لثلاثين غرام على الكيلوغرام أو تقدر تكتبها قسمها على ألف حتى تصير كيلوغرام 0.030 كيلوغرام موستر أو كيلوغرام دبليو على الكيلوغرام الرائع زيان كمع مبينة بالشكل أمامك ديووووينت تيمبريتر لاين درجة خطوط ديووووينت ديووووينت تيمبريتر لاين خطوط درجة نقطة الندى خطوط درجة نقطة الندى أيضا بشكل أفقي موازي للمحور السيني اللي هو هذا سنشوف هذه خطوط درجة نقطة الندى مثلا عندك الهواء هنا درجة نقطة الندى مثلا هواء خواصة هنا الجر خط أفقي لخط التشبه وتقرأ درجة نقطة الندى إذا كان عندك الهواء هنا الجر أيضا خط أفقي لخط التشبه أو تقرأ درجة نقطة الندى فهو عبارة عن خط أفقي موازي للمحور السيني الخط مائل خط مائل يعني لا هو عمودي ولا هو أفقي مائل بهالطريقة شوف هنا الهواء اللي موجود هنا درجة الحرارة الرطبة مات تقرأ خمسة الهواء اللي موجود هنا درجة حرارة الرطبة تقرأ مستعى شو هاك هاي خطوط درجة الحرارة الرطبة الانسالفي اللي هي المحتوى نعم اتبضل ساد ما كمش بإدرايبال تمبرتشار انه ليش ننزل اخوه هي كبير نفس القياس ما افتهم بإدرايب الموضوع اقدر تقرأ بإدرايب الموضوع هذا هو روح انت طلع لدرجة نقطة الندى بس احنا يعني حتى هو هنا الرسم راسب لك بهالطريقة يعني هو راسب لك خط خط التشبع وتقرأ درجة الحرارة شكت واضح شنو انت اذا حطيت هنا ورأسا تعرف هاي خلص ما كده حتنزل بس احنا يعني شون ده نبدي من البدايات يعني هاي البدايات خلونا نضبطها زيان وننطلق بعدين اذا عندك امكانية ومتمكن خلص روح لا استاذ ما متمكن ما متمكن لا لا يعني وعادة الطلاب يبطون انطباع للأستاذ انهم ما متمكنين ومو زينين بس ان شاء الله احنا نوصلكم الى مستوى تقولون يا بحنا متمكنين يلا يشعدكم راهون انا بالنسبة لي ما متمكن متاحل عليه انطباع بعدين سوينا مشكلة ان شاء الله خير ان شاء الله خير لا يعني ان شاء الله خير نشوف المستقبل ونحاول نلتقي بكم ونعرف مستوياتكم يعني عن الارض بل كنت نحاول نشوفكم في مختبر وكذا ما نحاول شويا نراجع المادة بطريقة اخرى يعني نشرف بيكستاذ المحتوى الحراري او ايضا مائلة طبعا مائلة قريبة من ميلان وتكون موازية شو قايل لك قريبة ميلانها يشبه ميلان وتكون تقريبا موازية تقريبا موازية كما بهذا الشكل بعض هاي الخطوط تنطبق على الجسمة تنطبق على العموم انت المفروض تعرف تقرأ مثلا هاي النقطة نقول لك يا بس قد الانسال في مالتها تعرف تقرأ من مكترة الانسال الاسبيسيفيك بوليوم لاين خطوط الاسبيسيفيك بوليوم ايضا هي خطوط مائلة بانحدار اكبر شوف هاي هذا الانحدار قليل هذا انحدار اكبر ايضا الفروق بياناتها منتظمة كما تلاحظ بالشكل هذا فيبر براشر لاين هذا الفيفر براشر لاين هو عبارة عن خطوط افقية منتظمة في المسافة فيما بينها عادة خطوط الضغط ما ترسم على السايكومتري بدي يقول لك ولكن موجود هذا الاسكيل تقدر تسقط تحسب منه الفيفر براشر لاين رلتب هيومودتي هي في كيرفات معينة موجودة بالرسم لاحظ بانه الكيرف ممكن يكون جوه عشرة هذا عشرين بالمئة رلتب هيومودتي هذا أربعين بالمئة ستتين بالمئة ثمانين وهذا الخط التشبع اللي هو يقرى بمئة بالمئة كما موضح بهذا الشكل طبعا هذه الخواص مثلا احنا اخذنا ثمان خواص ممكن ممكن بشغلنا يعني ما نتناول لتمن خواص يعني ما نقرأ مثلا الفيبر pressure line مزيان ومو كل النقاط نطلع لها ممكن ال specific volume مو كل النقاط تهمنا نطلع لها مثلا reduce point temperature ده أقول مو كل النقاط بس الخصاص الأساسية اللي هي dry ball temperature وال wet ball temperature specific humidity أو moisture content ال W واضح يعني احنا غطينا كل الخصائص اللي موجودة بالسايكومتريك بشكل عام بشكل عام حتى يعني تكون عندك سعة اطلاع زيان هسه هذا الخصائص انت المفروض مرة عليك هذا الخصائص ما نقدر ما نقدر ما نقدر ندخل بالإجراءات اللي تصير بالسايكومتريك شارت بدون معرفة بهذا الخواص يعني مثلا الآن الإجراءات اللي تبنى على ذن الخصائص وذن المعلومات اللي قلناها الإجراءات اللي تبنى على هذا الشيء نقطة نقطة أفرض الجو عندك هذه نقطة خلي نرسم مثلا على سبيل المثال الجو عندك هذه نقطة تمام خصائص هنا طبعا هذه الخصائص درجة حرارتها من خفضة شتة وانت تريد توديها للحيز ممكن تسوف إجراء هذا الهواء تجيبه من الجو تسخنه تسوي لتسخين محسوس تسخنه بشكل عديل وتوصل لهذه النقطة هذا الإجراء يسموه sensible heating تسخين محسوس هاي النقطة مناسبة وملائمة ظروفها المن لظروف ساكنين الحيز طبعا هذا إجراء من الإجراء sensible heating sensible cooling ممكن يكون عكسة تماما مو ممكن يكون هو عكسة تماما sensible cooling أنت عندك الهواء ما تتجو وفرضه هنا هاي نقطة الهواء الجوي طبعا هاي حارة وممكن رطوبة عالية فأنت يحتاج الطبوبة للحيز وكون يكون مريح لشاغلين الحيز فأنت تجري علي عملية معينة تبرد تبريد محسوس بردنا تبريد محسوس طبعا مو هنا النقطة يعني خلي نقول صارت هنا النقطة لأن ماوس شوي في الخط ما يطلع عدل تسوي له sensible cooling واضح هاي هاي الإجراءات يعني بعديا نشوفها بشكل تفصيلي فالإجراءات هذني السنسبل هيتين السنسبل كولين هذني ما تقدر أنت تشتغل بيهم أو تعرف أو تقدر تتعامل إياهم أو تقدر تسقط لن النقاط وتعرف قيمة الحرارة اللي ضفتها وتعرف قيمة الحرارة اللي ساحبتها من دون ما تعرف الخصائص فبعض الإجراءات سنسبل هيتين سنسبل كولين ترطيب وإزالة ترطيب يعني ترطيب شنو تصعد المحتوى الرطوبي وتنزل المحتوى الرطوبي حسب الظروف الراحل اللي تريدها تبريد وشوية ترطيب جوج عندك الهواء جاف تبريد وترطيب باستخدام حقن المياه أو حقن الماء تسخين وترطيب ترطيب باستخدام البخار التسخين أو عفوا التشفيف باستخدام الطرق الكيميائية الأديابات كيميكال يعني إذا شايفين أكياس تصير بالأحذية الجدد أو بالمعارض مادة الأحذية دائما تلقى بالكارتون فد كيس هذا الكيس يحتوي على فد مادة ولو هي أردأ أنواع السيليكاجول بس مادة سمها سيليكاجول أو مكوناتها الأساسية سيليكاجول هاي تمص الرطوبة ما تخلي المنتج يتعرض إلى بخار الماء رأسا هي تمص بخار الماء فهاي طريقة من طرق التشفير واضح يا شباب واضح بس أستاذ أني طلب يمك ايه تفضل هاي 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 احنا جماعة المسائل ترى كريتنا شياب بمعنى بمعنى انه الكتابة يعني أنا قودة يشوفها الكتابة قودة يشوفها ترى ترى المفروض المفروض المحاضرة يعني أمامك طابحها فهاي المحاضرة أولين هاي أول محاضرة وإحنا مين ندربيها مثلا موجودة نعم يعني المحاضرات القادمة يعني من يكون الجدوى المضبوط وجسمة وثابت والكل تدربي رح تجل المحاضرة نازلة قدامك مسبقا زين نعم وإنت طابحها زين وخالها أمامك وتأشر عليها بإيدك شنو أحشي تسجيل كده هسا أنا حسلو حسلو أنت لو تطبعها هاي الصفحة لو تطبعها جدا واضحة أمامك هاي كورقة هسا أنا ما نمون عليك تتكبر إليها هو أنت ترى هاي هاي أقدر أكبر لك هاي الشي كيف تعرف شنون مو مو بالمحاضرة بالورقة عزيزي هاي الصفحة هاي الصفحة المعروضة أمامك كعرض كعرض مبينة مبينة شوية ناعمة بس إذا تستنسخها ترى ما تطلع ناعمة بس أنت راح تسحبها تروح من يمي تسحبها ناعم وعندك هاي المحاضرة مسجلة والمحاضرة مسجلة بنمطين يعني أكو محاضرة مرفوعة مسجلة وهاي الأونلاين أيضا مسجلة من راح تطبعها وتشوف راح تلقى الأمور واضحة جدا بس لأن حاجة فتبين يمك شوية ناعمة المحاضرة القادمة إن شاء الله راح أيضا تنزل المحاضرة بشكل مسبق أريد منك تطبعها وتتابع ويايا الصوت وتتابع ويايا بالورقة ما ردك تتابع أمر ماشي عيني زين الآن يعني بما أنه أنتو عددكم شقد بله سحاليا يمي واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة صاروا انظام إلي شمخي صباح وانظام إلي بها مصدق متمام يا شباب عم نعم شينو عشرة شينو هداعش سعد هداعش هذا يحسب العدد الكلي حتى حضرتك محسوم نعم نعم لا أنتو عشرة طلاب أمامي هي عشرة بس هو يحسب نعم نعم السادة لا أريد أن محاضرة وياك مو هسن باما من قداية اي عزيزي عزيزي يعني إذا أشرح ما يعني ما أقدر كل سأشوف الجسم كل سأشوف المشتركين منه مستلع يعني نستمر بالشلح على العموم ماكو مشكلة هسه هسه أحمد ستار ويايا موجود يعني داي يسمعني أحمد ستار أحمد ستار داي يكتب لي داي يقول لي نعم ستار ماعرف ليش ليش ما تحتي يا أحمد ليش صوتك ما يجيني عزيزي عزيزي يعني حاول قدر الإمكان تحل هذه المشاكل يعني هسه بشير وديع يسمعني يمكن بشير يسمعني بها يسمعني نعم ستار سمعك سمعك ستار حسن عبد الأمير يسمعني حسن عبد الأمير حسن عبد الأمير داي يكتب لي يقولي نعم ليش ما يعني ليش ما ما عندك صوت حسن يداون بالنفط بالصحراء فالإشارة ضعيفة حسن يداون بالنفط بالصحراء خوش إحسين علي تسمعني حسين حسين علي حسين علي من يسمعني حسين علي داي يكتب ما وصل صوتك خوش حيدر اخضير تسمعني حيدر اخضير حيدر اخضير حيدر اخضير حيدر اخضير علي عبد الحسين عبد الحسين جيد شمخي يسمعني شمخي حيدر اخضير داي يكتب ليش متحتي حيدر هم مع الدك صوت شمخي ويانا شمخي صباح صدام ويانا صدام واضح واضح علي عبد الحسين يا شباب احنا يعني المحاضرة بصراحة هذه كمراجعة المحاضرة هذه هي مراجعة للمادة اللي انت ما اخذها سابقا فالمفروض يعني انت المفروض قادر على استخدام الساكومترك بكل حرية صحيح لو انا غلطان يعني انتو الساكومترك تقدرون تطلعون منه يعني انت تعرف عندك علم بانه الساكومترك من خلال خاصيتي تقدر تتعين باقي الخواص صح لو انا غلطان صحيح يعني عندكم هاي الامكانية تطلعون الخصائص مو يعني نص نص نعم لا مو قضية اوكي ماكو مشكلة ماكو مشكلة احنا ريج نعرف يعني نعم ده نمشي بالأتجاه الصحيح الامور زينة نعم نعم احنا كمراجة هاي هو المخطط عرف هو من ناحية المخطط عرف عرف اي شايفي قبل شايفي قبل شايفي قبل ماشي انا رافع لك المحاضرة اتمنى تسحب المحاضرة واتمنى تسحب ايضا التشارتات انا دازلك 3 انماط من انماط التشارتات نسحبه نشوفه إحنا يعني إذا 18 وحاليا داخلين 10 بعد عدكم يعني حوالي 9 طلاب إذا قلنا 10 بعد 10 بعد 23 لأنه أحمد ستار دخل علينا سجديد فإحنا عددنا 18 ومن دخل علينا أحمد صرنا 19 زياد 19 يعني يعني المفروض يعني عددكم المفروض يكون كامل وإحنا نحاول نأخذ يعني ما نحاول نمشي بالمادة يعني هي هاي المحاضرة يعني بطراحة أنا بعد ما أقدر يعني هذا الاسطاد ممكن رغم رخصتك دقيقة ترحنا العام رغم ما إحنا دوامنا صحيح بس إحنا دوامنا مو ذاك الدوام اللي تتصوره أنت أنا عدي فكرة أنا أيضا تنتداوم مكان وهن يعني واجهنا نفس المشاكل ونفس الأشياء اللي صارتوا إياكم صارتوا إياه أنا سويتها مو صارتوا إياه بس أنت هالله بالمرول يعني إحنا مو أنت تشوف نفسك مثل ما أنت تشوف البقية فإحنا عزيزي أنت عزيزي أنت عندي فكرة في شكل دقيق الله يتك الحظ إحنا نقم أنا دا أقول ما أقدر أمشي بالمادة وهاي المادة يعني مثلا زملائكم يعني إحنا اليوم الأسبوع الثاني الأسبوع الثاني يعني هس أنا ما أقدر أوكي أقدر أقول هذه محاضرة أو ثلاثة أربعة المحاضرة يعني بس يعني زملائكم يعني أريد من مشرف هس أنا راح أرتب في القناة وأريد منك تضيف زملائك بالقناة هم نمطيكم في التعليمات كذا شي حتى نرتب أمرنا بيناتنا هاي القناة خاصة بيني وبينكم يعني بين الأستاذ والطلبة ما لي علاقة بأي شيء آخر لا قسم ولا كذا واحد عنده سؤال واحد عنده كذا هزاك الألف أنا عندي في التعليمات أحب أوصلها إليك أقول للمشرق هو مشرق يتكفل بالموضوع ماش عيني؟ ممنون أستاذ تمام ممنون أحب توصل باقي الطلبة بأنه المحاضرة هذه هي محاضرة مراجعة اللي يريد موجودة مسجلة أكثر من مرة يريد يطلع عليها ويراجعها وأنا أشوفها واضحة وما بي شيء وإن شاء الله المحاضرة القادمة يعني نكمل المادة ونحاول يعني يعني نشوف مستواكم نشوف شوية أمثلة يعني اللي نقدر علينا نسوي ماش عيني؟ ممنون أستاذ يلا عيني أنا أنا هسا التسجيل راح أوقفه زهن؟ نعم أكحد عدة سؤال قبل ما أوقف التسجيل أكحد عدة سؤال عدة ملاحظة عدة شيء ممنون أستاذ من حضرتك أنه تطينا مجال يعني هاي الفترة قادمة بينما الجماعة يتحقون بنا يعني يعني هو بصراحة تعرف هاي الأمور يعني الجدول يعني بالمناسبة أنت أكون مراقبة الإلكترونية علي وعليك وهذا الأسماء اللي موجودة والحاضرين يعني الناس تعرف بها يعني المراقبين لا أستاذ هو شو نسأل بالتأخير بس لأكو جماعة خطيئة يعني حدا إمكانية للدفع غير غير أكو التعلقات والقسيم فجاي يحلوها هاي الأمور احنا ما نقدر نصرف بها أنا ياك ما نقدر نصرف بها ما نصرف بها ما نقدر نصرف بها ما نقدر نصرف بها على العموم يعني هي الشيء إيجابي المحاضرة مسجلة زيان وأكو ناس حاضرة فواحد يقدر يقول الثاني مثلا يا بتر هاي المحاضرة هيتشي ويتشي صار بيها يعني لحد الآن هي مراجعة وماكو شي مثلا صعب أنا شرحته ممكن يفوت على زملائك ماشي أتمنى يعني المحاضرة القادمة الزملاء يكملون ونمشي بالمحاضرة اللي هي يعني شوية راح نطب بالأشياء الأهم اللي هي الإجراءات وكذا ممكن تكون يعني هاي المحاضرة يعني المحاضرة الجاية أهم من هاي المحاضرة قد تكون هاي المحاضرة مقدمة مقدمة وقسم من المعلومات ما أريد أقول كلها قسم من المعلومات القسم الأكبر من المعلومات تتعرفها زين عيني على العموم يلا نشوفكم المحاضرة الجاية السلام السلام الله شكرا شكرا شكرا